السلام عليكم واقتل الحق المغناطيسي يختارق هذا السطح سوف ينظر السطح يكن عندنا تدفق مغناطيسي هذا كل شيء يتساوي يكون عندنا تدفق مغناطيسي فيه هذا كل شيء يساوي الـ B في الـ S صحا الحاثية الذاتية مش تحي دون تعرف بلي هذك تدفق يعتمد على البي والبي هذك على من يعتمد يعتمد على شدة التيار لأنه تعرف بلي البي يساوي ميزيرو ففي هذي كان عدد الحلقات فالتيار اي صحا هذي رنبر هنين ها مقبل صحا يتسمى كل ما يزيد التيار كل ما يزيد البي كل ما يتغير البي كل ما يكون عنه هذا التدفق صحا يتسمى هذا التدفق المغناطيسي سيتعلق بالأي مفهوم سيتعلق بالأي وبأسير يتعلق طردا لأنه كل ما يزيد هذا يزيد هذا كل ما يزيد هذا يزيد هذا يتسمى يساوي يعني يساوي حتى الثابت في هذا يعني رح كين ثابت بينتهم لأنه تعلق طردي هذك ثابت هو آل اللي هو الحاثية الذاتية ما معنى الحاثية ذاتية لأنه احنا شجبنا تيار مرنا في وشعة هذه كل هذا يعني تريضنا وهذا حقل مغناطيسي وهذا الحقل مغناطيسي هو اللي يعني بسبابه كان عندنا هذاك التدفق المغناطيسي هذا التدفق المغناطيسي تعمل الوشيعة نفسها هذا هو اللي يسبب الحثية الذاتية هي واحدة ظاهرة التي تنتج باستحداث تدفق مغناطيسي داخل الوشيعة من ذاتها بحيث كي ينتجنا هذا التدفق المغناطيسي الوشيعة ستحاول تعاكز تغير التدفق المغناطيسي حسباق عنو اللانس كيف تعاكسه؟ كيف تعاكس التغير؟ تعاكسه عن طريق إنشاء قوة محركة كهربائية لأنه تعرف بالليل او تساوي ناقص حسباق عنو الفارداي دي في احلاو دي تي كيمها يعني يكون عندنا هذا متغير فيكون عندنا هذا الو هذك الو راح تعاكس لنا هذا التغير اللي هي تنتجتها الوشيعة ببساطة انفهمك عندك تيار كهربائي مر عبر وشيعة سيكون عندنا حقل مغناطيسي الحقل المغناطيسي سيكون عندنا حق الأومان وبما أنه ينفع الوشيعة الوشيعة سيكون لنقل بسطلها فاو اللي هو التدفقي المغناطيسي هذا التدفق المغناطيسي ستشع 97 توفذ Shoah الوشيعة لا تريد الإثمس في متوف耕 شدي تتكلم شديدة الشديدة قسمة تيار وكأنه تيار معاكس لهذا تيار يجب أن تلعب دور مولد مثلا تيار رويزت في هذا الاتجاه ستلعب دور مولد عندها قوة محركة وهذه تعاكس التغير هذه حاجة مهمة جدا هذه الظاهرة أنها وحدها هي الحالثية الذاتية هذه القوة المحركة تعاكس تغير تدفق المغناطيسي داخل الوشع يجب أن نفهم العبارة هذه تساوي في على أي الوحدة هي الهنري هذه العبارة يجب أن تثبت تتعرف سهلا في الهنري تعاوض الآثابت تخرج تولي وهي نفسها المرة المتاحة هذا يعني نفس الشي هذه الحاثية الذاتية قلنا هي وحدة ظاهرة استحداث تدفق مغناطيسي داخل وشعة بنفسها يعني بسبب طيار الوناتج عنها يعني جاي منها هي اللي يفوت فيها هي بحيث تعاكس هذا التغير تدفق المغناطيسي عن طريق القوة الكهربائية مستحثة يعني تعاكس تغيرها صحا ضربك واحد يقول لي والمتبادلة هذه كيفا قصتها حكايةها عادية المتبادلة يعني متبادلة لا ينزل سوالة يتبادلوها اللي هنا تكون عنا زوج وشعة اللي هنا كون نجيب وشعة هنا مثلا نجيبها هاكا يعني كبرتها على اللي هنا بالعاني بحيث نشوفوك يكون كبير هاكا يعني هذا الاس تحارة كبيرة هذا الاس هذا مثلا نسميها اس اي وهذه نسميها اس دو صحا هذه راهي تكريح حق المغناطيسي كيفا وهذه راح نقربناها منها هاكا هذا الواشعات الزوجة شرح يسرها راح يكون هذا الحق المغناطيسي اللي الداخل فيها راح يعني يستاحث لنا يعني اللي انه راو يتبدل كون نجيو نشوفوه للفي هذا الزوج يعني تدفق اللي راه ينتج على عند الزوجة شي يساوي يساوي هذا البي يعني اللي ينتج عند هذه ف في هذه الاس دو يعني في السطح هذا اللي يختارق هذا البي هذا راو يتبدل مفهم لانه هذا راو يزيد يعني راح يكون عندنا فيه يتسمى را راح تكون عندنا قوة كهربائية محركة مفهم بانسور راح تعاكس تكون بين طرفي هاللهن وتعاكس تغير تعاكس تغير تعاكس تغير مفهم ايو راح ينقص راح ينقص هذه الاخرة ما تبغيش الواشعة ما تبغيش ينقص هذا الاخر ما تبغيش يتغير شا تدير يعني تحاول كيف تمشي التيارة الكهرباء بقي في اتجاه بحيث البنات تجعلها هي يكون معها هذا يكون معها يعني يعاونه فعلا صحا يعني تنتج حق وهذه بما انها تنتج ولكن مش ذاتيا هذي راي متبادرة راي راي لي جات من هذي الزاوجة مفهم يعني الحثية اللي جاتب من البيتاح هذا صحا بانك شاء عارفون عارفوا بلي هذيك الفيديو راح تتعلق با بالتيار تعلولة بهذه مثلا نسمي هذا ايه ولا هذي مثلا نسمي اي دو مفهم راح يتعلق بالتيار هذا لانه كل مزيد هذا التيار رايزيد التدفق اللي هنا هذا اي ايه صحا اللي هنا هي هذي المتبادلة يرمزوا لها ام متبادلة يعني متبادلة الفرنسي ام على ذيك نظرها صحا يتسمى راهي تحت امد على هذك تغير تاعت يعني التيار في الواشيعة اللولة صحا ضربك نحنش نعارفوا نعارفوا باللي يعني هذيك عبارة نعارفوا باللي الفيديو هذا شي يساوي يساوي كذلك البي ام ف في هذا في هذك المساحة هذي تعريفا يعني الأحسابات في الاس دو فهم وهذه الاس دو قلنا راهي كبير على هذي محل قدرنا هكا بالعني بها نوريك هذه الحاجة صحا ضربك البيئة هذا شي يساوي البيئة يساوي مي زيرو ونبغي نعوضه الهنة يقبل ما نعوض الهنة هذي الفيئة كيراني خادم كيم هكا راني شنال محتبر هكا محتبر باللي كينا حلقة واحدة ولكن في الحلقة كينا بزاف حلقات نحتبر العدد تاحهم نفهم والطول هذا نحتبر هذا نحتبر عندهم نفس الطول نفهم بالنسبة يتسمى اللي هنرى عندنا ان حلقة اللي هي نسمى هذي ان دو ان دو في بيئة بيئة ليوا مي زيرو ففي ان ا هذي اللي هنرى عندنا ان صغيرة يتسمى ان على ال كي ما درناها مقبل لأن هذي اشعال من دورة في وحدة الطول نفهم وهذا الطور ندينه كيفي تحالي مع هذي كيفي صحا في ان ا فا فا انا اقوضت الى هنا فا هالى هنا في التيار اي ا اي ا الان اي ا بيئة اي ا عافوا تراك يزا شو خط حطيرها اي ا مفهم فا في اس دو تشوف هذي هذي اللي هنا الفي دو مفهم هكا اللي هنا تتعلق بالعدد عدد عدد الدورات تعلولة وزوجة 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 اي او موسيقى اي او ا ا لان الان موسيقى لان ا ا ا ا ا ا صغير إذا كانت تصغير عليها كنت تكون هذه كبيرة على هذه ندو الأس الصغيرة لأنه يكون الحق المغراطيسي كثيرا وتكون دائرة صغيرة ندو غير هذا الذي يفوت له هذه كبيرة كما يعني دائما ندو صغيرة هذه اللي تحصيها أنك تبدي دائما الأس المقطع الصغير نفهم هذه لازم يعني كملاحظة فقط تحصي عليها صح قلنا هذه الأم هذه الأم اللي أنا ما تساوي؟ تساوي هذا العبارة هذه الأم تساوي هذا يعني أم ما تساوي؟ تساوي أن دو في أن أ في أس أ على أل نفهم هذه مثلا كونجة الأم الأم تعد دو تحدي وتساوي مثلا أم دو وتساوي نفسها الأم أ لأن الأم أ شرح يبدل لغي هذا الأم مثلا تقلبهم هذا فقط الفرق مفهم أعلاه لأنه قلنا ما معنى متبادلة لأنه هذه ثان هذه ثان راي تدير وحدة الأم مثلا هذه كونجة هذه عندها أم هذه عندها أدو هذه الأدو تعاكس التغير كما هذه الأم راي تعاكس التغير لك هذه الأدو ثان تعاكس مفهم هذه تعاكس ذي مفهم هذه مثلا تيار تحارة ويزيد هذه ما تبغيش زيادته أو تعاكسه هذه كذلك على ذلك راي تبدلوا كأنه هم يطبعوا في بعضهم بعض فهو على هذي كي يجي هذا الأم متبادل كاين يعني ملاحظة آخرة اللي هي معامل الربط لأنه خطرات هذو هذو الواشاء نعطيك مثال لهنا يكونوا مثلا هكا يتسمرني اللخص في كل شيء مثلا هذي كي تكون معاه هذي كما هكا معامل الربط هو وحد الطريقة نربطه بهم الواشيعتين مع بعض مثلا كون تبعدهم على بعضهم ليس كيف كيف مثلا كون هذي الواشيعة تطلحها حشوي ولا تعوجها هكا إماجين يتعوجها تعوجها هكا ليس كيف كيف يعني تبدل علاه بسباب الحقل المغناطيسي ليس يختارقوا كيمة يختارقوا له وقدر يعني يتسمى هذا الثابت يسموها ثابت الربط يسموها مفهم قادر لهنا مثلا كون كون كما في هذا الحاله يكون محصور ما بين الصفر والوحد يعني كل ما تبعده وكامل في هذا الحالته حكا إماجيني تبغي هذا يكون فيه أعظم قيمة إذا كنت تكمن فيه أعظم قيمة تجيب الواشيعة لؤلاء تعيش الواشيعة الزوجة تلصقها هكا يعني تجيبها هكا مخلطة معها يعني هكا لصقهم 300 اللهنا يكون فيه أعظم قيمة لها لا لأن جميع الحقل المغناطيسي ستسبب جميع الحقل المغناطيسي ستسبب في التدفق هذا الذي في الزوجة يعني ستكون قيمة قادرة يكون 0 وين يكون 0 كون تكون في هذا الحال هو يعني ليس حاجة اللي نقوله تكسر رأسك معها بزر كونو كونو في هذا الحاجة اللي هنا علاه لأنه البي راحكا والآس هذا هكتشوف راحك يعني شارهم راهم متعامدين يتسمى ماهوش يختارق فيه لأنه هذا السطح يلفت عليهاك مكتش تختارق فيه لازم تختارقوا هاك ولا هاك ولا هكتفهم هذي يعني كما نقوله أهم حاجة كالسؤال والله تطرحوا في الكومنت ودير شار مع أصدراتوك فتدلوا على خيرك فاعلية والحمد لله يا رب العالم